أما في الخرطوم فطرقات مغفرة إلا من أجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية بعد أن لبت قطاعات واسعة دعوات العسيان المدني التي تجاوب معها مشاهير العرب بسبب غلاء الدواء وعن هذه القضية انضموا إلينا في الستوديو المحلل السياسي الحاج والراق الكاتب حاج والراق أهلا وسهلا بحضرتك معنا مرحوما بدأتا قد يسأل السائل أليس من الغريب أن تنجح دعوات العسيان المدنية احتجاجا على ارتفاع أسعار الدواء رغم تراجع الحكومة السودانية وإعلانها التراجع عن رفع أسعار الأدوية الحس الشعبي يعرف أن أزمة الدواء الحالية مرتبطة اغتباط صميمي بطبيعة النظام القائم في الخرطوم هناك ثلاثة أو أربعة أسباب رئيسية لأزمة الدواء الآن في البلد أولا الصرف غير الرشيد في الميزانيات الحكومية يعني كمثال عام 2015 العام السابق الميزانية خصصت 711 مليون جنيه سوداني للغصرة الجمهوري لشخص واحد في حين خصصت لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الأدوية المنغزة للحياة لكل البلد 245 مليون جنيه يعني ما خصص للغصرة الجمهوري ضعف ما خصص لدعم جميع المستشفيات الحكومية في السودان وسلاسة أضعاف ما خصص لدعم الأدوية المنغزة للحياة وضخط ثابت في الميزانيات الحكومية تضخم الصرف السياسي الأمني الدعائي الإداري خصما على التنمية على دعم الانتاج الصناعي والخدمات وده طبعا أدى إلى أزمة كبيرة جدا في الميزان التجاري الآن صادراتنا لا تفوق 3 مليار دولار في حين أنه العجز في الميزان التجاري حوالي 4 أو 9 مليار جنيه يعني العجز أكبر من حجم صادرات السودان وده نتيجة للصرف غير الرشيد يعني كمثال جهاز الأمن في السودان يأخذ 3 مليار جنيه في حين تأهيل مشروع الجزيرة يأخذ 20 مليون جنيه ولذلك انهارت القطاعات الإنتاجية في البلد وحصلت فجوة كبيرة جدا بين الصادرات والواردات أدت إلى انهيار الجنيه السوداني وبالتالي غلى كل الواردات في البلد بما فيها الأدوية خلينا نأخذ نظرة عن قرب أكثر من الشارع السوداني من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا الآن هو دكتور محيد دين الجميعابي رئيس منظمة أنا السودان وناشط في حقوق الإنسان بداية أهلا وسهلا بك دكتور الجميعابي أنت في السودان أطلعني على الصورة عن قرب عن معاناة المواطن السوداني في الحصول على دواء بعد قرار الحكومة رفع سير الأدوية في السودان بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة تأثرت أسعار الدواء كثيرا وكذلك سلع كثيرة ترتبط بحياة الإنسان في معكله ومشربه وحركته وفي الوقود لكن القضية الأساسية في أمر السودان وقضية الأدوية الناس لا يتحدثون عنها القضية الأساسية هي قضية المقاطعة الأمريكية للسودان الآن إحنا لدينا سنة ونص يعني قل أن يمر اعتماد من السودان إلى الشركات الموردة للأدوية في السودان يعني إحنا تأذينا كثير جدا من المقاطعة الأمريكية ولا تستطيع حتى الدول العربية يعني حولنا تؤمن فتح الاعتمادات من السودان إلى دور أخرى وإلى شركات أخرى وكثير من الاعتمادات التي تفتح تعاد الأموال إلى السودان راجعة يعني أعتبر أن هذه هي القضية الأساسية الأولى لأن سنة ونص معظم الشركات المستوردة للأدوية في السودان يعني اعتماداتها ما مرت وبالتالي لم يدخل أي دواء يعني ذو قيمة يذكر إلى السودان القضية الثانية هي قضية القرارات الاقتصادية الأخيرة وقضية تردي الخدمات الصحية أنا أتفق مع المتحدث أنه يعني الآن إحنا بنشهد تدهور مريع جدا في الخدمات الطبية والصحية المقدمة من الدولة للمواطن في ظل اقتصاد منهك أصلا منهك يعني أنا أبدا لا أختلف معه في أنه المواطن السوداني الآن لا يجد حظه في قضايا الرعاية الصحية الأولية يعني بشكل مقنع وكافي لكن إذا قلنا هل أسواق الأدوية وسعر الأدوية تأثر بالغراطة الأخيرة أقول نعم يعني الآن الحكومة ضاعفت حقيقة أو تدهور الجنيه السوداني تجاه الدولار يعني إلى ثلاث مرات أو إلى الثلث لو نقول أنه يعني الآن الجنيه السوداني ارتفع إلى عشرين جنيه مقابل الدولار علما بأنه كان في السعر الرسمي حوالي خمسة إلى ستة جنيه تعادل الدولار بالتأكيد الشركات يعني اسمحني في هذه النقطة أتحاول مرة أخرى لضافي هنا في الستوديو وهو الحاجز والرق الكاتب محلل السياسي يعني يبدو أن هذه خطوة التسعير الأدوية هي خطوة ضمن خطوات أخرى يعاني منها المواطن السوداني وهنا أسألك هل معنى أنه تجاوب المواطن السوداني مع دعوات العسل المديني أن هناك حاجز من الخوف كسر لديه من النظام هذا الخوف الذي تعزز ربما بسبب القبضة الأمنية في الشارع السوداني طبعا يعني هناك مؤشرات عديدة تقول بأن العصيان المدني نجح في اليوم الأول نجاح معقول والغالب أن يتعزز هذا النجاح في اليوم الثاني والثالث وحتى لو لم يحقق أهدافه جميعا هذه بروفة مهمة جدا للحركة الجماهيرية السودانية تستطيع أن تكرر مرات ومرات لأن الشعب السوداني بإبداع عبقريته اكتشف أن النظام الإجرامي الدموي يستطيع أن يفتح النار بلا رحمة وبلا شفق على المتظاهرين كما حدث في سبتمبر 2013 فتحت الزخيرة الحية على المتظاهرين السلميين وقتل أكثر من 200 شخص بدم بارد ولذلك من عبقرية الشعب السوداني أنه ابتدى هذه المرة العصيان المدني وطبعا العصيان المدني يترافق مع التظاهرات لكن يستند أساسا على إغلاغ المحلات عدم دفع الرسوم عدم دفع الضرائب عدم دفع الجمارك إلى آخر أشكال العصيان المدني طبعا يعني غد تكون للعقوبات الأمريكية أثر على ما يجري الآن في البلد ولكن العقوبات الأمريكية هي نتيجة لسياسات النظام وأيضا في أزمة الدواء العقوبات الأمريكية سبب صغير جدا في الأزمة لأن السنة الماضية فتحت اعتمادات بـ 230 مليون دولار نتيجة للفساد هذه الشركات فتلت الدولار في السوق الأسود بدلا من أن تستورد الأدوية واستخدمت الـ 230 مليون دولار للسوق السوداء للربح الأسود ولذلك وطبعا لأن هذه الشركات مرتبطة بنافزين في السلطة محافظ بنك السودان ووزير عدل النظام أقر بالواقعة لكن لم يقدم أي شخص أساسي للمحاكمة حتى الآن وهناك تحليلات كثيرة تربط ما بين هذه الشركات الفاسدة التي تاجرت في أدوية الشعب وما بين رئيس النظام نفسه نعم طيب عند هذه النقطة الحج والراقة أنا بشكرك شكرا جزيلا للفاسد الحج والراقة الكاتب المحلل السوداني هنا من القاهرة كما أتأقى بشكرا أيضا لدكتور محيد دين الجميعابي الرئيس منظمة أنا السودان وشكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة